تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم نعم أنه لا بد من النطق لا إله إلا الله وأن معناها أن يترك عبادة غير الله فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى أما من يقولها بلسانه وهو يعبد غير الله فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله لأنه ناقضها وأبطلها كثير من من يقولونها الآن يعبدون غير الله عز وجل من القبور والأضرحة والأولياء والصالحين وليس لهم حجة إلا حجة المشركين الأولين يريدون منهم الشفاعة كما قال جل وعلا عن المشركين الأولين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا احترفوا أنهم يعبدونهم لكن يقولون قصدنا أنهم يقربوننا إلى الله زلفا فهم من المشركين والعياذ بالله مستمرون على الشرك وإن كانوا لو فرض أنهم قالوا لا إله إلا الله فإنها لا تنفعهم لأنها ليست مجرد لفظ يقال إنما هي لفظ ومعنى ومقتضى فلا بد من أن يلتزم بمعنى هذه الكلمة ومدلولها فيها الآن من أدعياء العلم من يقول أنه إذا قال لا إله إلا الله يكفي ولو فعل ما فعل من عبادة غير الله والذبح لغير الله والنذر أما يقول لا إله إلا الله يكفي هذا وهذا نتيجة لجهلهم أنهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله وإن كانوا علماء فما كل عالم يفهم معنى لا إله إلا الله نعم أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله نعم المشركون الأولون يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها ليست مجرد لفظ يقال وإنما هي لفظ ومعنى ومقتلبة معناها لا معبود بحق إلا الله ومقتضى أن يترك عبادة غير الله ويبتعد عنها ويخلص العبادة لله عز وجل ولهذا قال المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا فهم فهموا معنى لا إله إلا الله أن معناها أن تكون الإلهية والعبادة لله عز وجل وهم لا يريدون ذلك ولا يريدون أن يتخلوا عن أصنامهم ومعبوداتهم وفي قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون فهم يستكبرون عن قولها ويتعصبون لدينهم يقولون لا نترك عبادة غير الله عز وجل من أصنامهم وأشجارهم وأحجارهم فهم يفهمون معنى لا إله إلا الله فهم أحسن فهما أو أفطا من علماء الضلال الآن الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله ولو لم يعرف معناها ولو لم يعمل بمقتضاها ولهذا قال الشيخ في بعض رسائله تبا لرجل كفار المشركين أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله نعم